سيد رئيس الحكومة المحترم تحية طيبة وبعد عرضتم أمام البرلمان حصيلة نصف ولايتكم الحكومية حيث اعتبرتموها من موقعكم إيجابية وغير مسبقة ولقد حرص حزبنا من خلال فريقه النيابي على أن يتحلى بأقصى درجات المسؤولية والاتزان في مناقشة الحصيلة المرحلية لحكومتكم بإقرار الإيجابيات على ندرتها وشوائبها وإبراز النقائص والاختلالات الكثيرة التي تكتنفها ونريد بداية التذكير بأن حكومتكم التي جعلت من النموذج التنموي الجديد مرجعا أساسيا لبرنامجها غيبته منذ ذلك الحين كما يدل على ذلك عدم الإشارة إليه ضمن الحصيلة المرحلية بإصلاحاته المختلفة التي ربما تفوق طموح الحكومة وأداءها فيما حضرت في هذه الحصيلة اختيارات وتوجهات لبراليا صرفة تخجل الحكومة من الإفصاح الصريح عنها وتعمد إلى تغليفها بقناع من خلال الرفع الزائف لشعار الدولة الاجتماعية إنما يدفعون في حزب التقدم والاشتراكية إلا أن نتوجه إليكم السيد رئيس الحكومة بهذه الرسالة المفتوحة الثانية هو أن حكومتكم تمادت بإصرار واستعلاء أثناء مناقشة هذه الحصيلة في الادعاء بتحقيق كل انتدارات الشعب المغربي وفي اعتماد خطاب مفرد في التعبير عن الارتياح والردى عن الدات خطاب غابت عنه بشكل مقلق الموضوعية وافتقد إلى التواضع والنقض الذاتي وحتى يكون الرأي العام شاهدا على الحوار الذي نريده أن يكون صريحا وبناء بيننا اعتمدنا هذه الصغة التي تندرج بشكل طبيعي في صميم الممارسة الديمقراطية السوية كشكل من أشكال النقد الشفافي والرقابة المؤسساتية والتعبير السياسي التي خولها الدستور للأحزاب السياسية إن خطاب حكومتكم ينطوي على خطورة مؤكدة لأنه يفتقد إلى الاتزان المطلوب ويتسم الانفصام عن الواقع ولا يراعي هموم وآلام معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيم منجزات لا يلمسون أترها على حياتهم كما أنه خطاب يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة ثم إنه خطاب يتناقد بل ينزعج ويشكك عمليا في مقاصدة ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة اقتصاديا واجتماعيا التي تدلي بها على سبيل تنبيه حكومتكم مؤسسة وطنية رسمية أمام ذلك فإنه من صميم واجبنا ودورنا السيد رئيس الحكومة أن ننبه حكومتكم وأن نضع حصيلتها تحت مجهر الحقيقة ومحك الواقع لعلكم تشرعون فعلا في تغيير سياساتكم وفي إنجازي على الأقل ما التزمتم به في برنامجكم الحكومي على أساس أننا لن نكرر بعض الإيجابيات التي تطرق إليها حزبنا في مجلس النواب كما لن نذكر كل الإخفاقات بقدر ما سنكتفي بتسجيل عشرة منها تبرهن بالدليل والملموس على فشل حكومتكم أولا تجاهل خطير من الحكومة لواقع المشهد السياسي والديمقراطي والحقوقي إنه لمن الخطير جدا بالنسبة لمصاري البناء السياسي والديمقراطي في بلادنا أن تتجاهل حكومة تدعي أنها سياسية مقاربة هذا البعد الأساسي والمصيري مما يعني أن حكومتكم تعتبر نفسها غير معنية لا ببلورة الدستور ولا بتوطيد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ولا بقضايا المساواة ولا بالنهوض الفعل باللغة الأمازيغية ولا بمسالحة المؤمنين وخاصة الشباب مع الشأن العام ولا بمعالجة أعطاب الفضاء السياسي ولا بالتصدي للتراجعات المسجلة في الحقل السياسي والحقوقي فلم تحقق حكومتكم أي منجز على هذا المستوى وعجزت عن اتخاذ أي خطوة لاستعادة تقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة بل أسهمت في مزيد من ترد مكانة وصورة الأحزاب السياسية وتجرأت على المساسي بمبدأ استقلالية الصحافة ولم تحرك ساكناً أمام تراجعي أو مساسي بحرية التعبير وانحصر النقاش العمومي في أهد حكومتكم التي تتفادى إلى اليوم نداءاتنا المتكررة لأجل فتح النقاش حول الإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات منذ الآن بما من شأنه حماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين ومن الاستعمال الفاحش وغير القانون للمال وخفض معدلات العزوف ربما لأنها حكومة لا ترى مسلحة في هذا الإصلاح وتراهن على اجتياز امتحان انتخابات 2026 بالوصفة نفسها لسنة 2021 تانيا تفاقم خطير للبطالة وخاصة في أوساط الشباب لقد التزمت حكومتكم مع المغاربة بإحداث مليون منصب شغل في خلال خمس سنوات لكنها فشلت وها هي حصيلتها المرحلية صادمة حيث ارتفع معدل البطالة بشكل غير مسبوق ليقفز من 12 فصل 3% في دجنبر 2021 أي في بداية الحكومة إلى 13 فصل 7% في بارس 2024 36% من هذه البطالة في أوساط الشباب وبلغ عدد العاطلين مليون وستمائة وخمسة واربعين ألف شخصا وبعد أن كان عدد الساكن النشيطة العاملة في دجنبر 2021 هو 10 ملايين وسبعمائة واثنين وسبعين ألف شخصا فقد نزل هذا الرقم في مارس 2024 إلى عفر ملايين و337 ألف شخص بما يعني أن اقتصادنا الوطني فقد في زمن حكومتكم 435 ألف منصب شغل وقفز عدد الشباب الذين يوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.83 مليون شاب وانخفض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3% بعدما التزمتم برفعه من 20 إلى 30% إنه فشل دريع في المقاربة الاقتصادية للحكومة وعجز بين منها في تطوير قدرات المقاولات المغربية وفي اعتماد تطوير حقيق لتصنيع حديث وهو فشل لا يمكن لحكومتكم أن تفسره فقط بوضعية الجفاف الذي رفق جل حكومات الماضي ببلادنا دون أن تصل وضعية البطالة إلى كل هذا المستوى الخطير والأداء أنه أمام هذا الوضع الكارتي لم تجد الحكومة من جواب سوى اللجوء إلى مكاتب دراسات وهو أمر محير ويدل على ضعف المقاربات السياسية لحكومتكم في مقابل الاكتفاء ببرامج متواضعة من قبل فرصة وأوراش محدودين الأطر حيث خلقت الحكومة من خلالهما انتظارات عريضة لدى عشرات الآلاف من الشباب ثم أحبطتهم بشكل صادم يفقد الثقة والمصداقية في العمل السياسي وفي تدبير الشعر العام ثالثا فشل في الأهداف الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال لقد التزمت حكومتكم بتحقيق نسبة نمو 4% لكنها فشلت ولم تحقق سوى ما بين 1% و 3% على مدى سنتين سنتين 2022 و 2023 وأفلست في عهد حكومتكم رسميا أزيد من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة دون احتساب عشرات الآلاف المقاولات الأخرى التي تختنقوا في سنت وتعترت حكومتكم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت 53% في سنة 2023 وعجزت حكومتكم عن تحقيق أي تقدم في جعل الاستثمار الخصوصي يشكل طلتي الاستثمار الإجمالي الوطني ولم تلتزموا ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهما من الاستثمارات الخصوصية لإحداث 500 ألف منصب شهل وفشلت حكومتكم في جعل الاستثمار العموذي في خدمة العدالة المجالية حيث لا زالت تتركز 60% من التروة الوطنية المنتجة سنوياً في ثلاث جهات فقط كما فشلت حكومتكم في تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة اتراجعت بلادنا في مؤشر في مؤشر إدراك الفساد في 2023 في 2023 بثلاث مراكز إلى المرتبة 97 على 180 عالمياً وتراجع مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 56.8 أي ما دون المتوسط العالمي الذي هو 58.6 لتحتل بلادنا بذلك المرتبة 100 وحد على 184 وخالفت حكومتكم القانون بعدم إخراج نظام دعم مقاولات الصغرى المنصوص عليه في المتاق الجديد للاستثمار أما المشارع التي تمطر حكومتكم الرأي العام بإعلانات على أن لجنة الاستثمار تصادق عليها بأغلفة بأغلفة مالية فلكية فلا نرى لها أي تقييم حقيقي واشفاف من حيث مدى الإنجاز الفعلي كما أنها مشارع ضعيفة المردودية من حيث خلق مناصب الشغل ولتفسير هذا الوضع الاقتصادي الكاريتي تلجأون إلى التدرع الانتقائي بصعوبة الضرفية الدولية لكنكم تتجاهلون بل تهدرون الفرص التي تتيحها هذه الأخيرة وأساسا منها الانتعاش المتناوم للاقتصاد العالمي بعد ركود فترة كوفيد وارتفاع عائدة السياحة وعائدات مغارب العالم وارتفاع الموارد الجبائية والرسوم الجمركية بسبب ارتفاع الأسعار أي من جيوب الأسر المغربية رابعا فشل بين في تحقيق السيادة الاقتصادية لقد التزمت الحكومة بتحقيق السيادة في مجالات اقتصادية أساسية لكنها فشلت في ضمان السيادة الصناعية حيث لا تساهم الصناعة سوى بخمتاش بالمئة من الناتج داخل الخام ونستورد جل حاجياتنا من المواد المصنعة والتزمت الحكومة بتوفير السيادة الغدائية لكن أدت اختياراتها في السياسة الفلاحية إلى تصدير الماء عمليا الذي توجد بلادنا في أمس الحاجة إليه في مقابل استيراد الحبوب واللحوم والقطاني وإلى إغناء كبار الفلاحين في مقابل تدمير الفلاحة الصغرى وإقصاء العالم القروي من التنمية وقهر الفلاح الصغير ورغم المجهود الكبير المبدول على مستوى الأمن المائي إلا أن الحكومة مستمرة من خلال اختياراتها المتعلقة بالسياسة الفلاحية في الاستعمال السيء وغير المعقلا لما يزيد عن 80% من موارد المائية الوطنية وفي استنزاف الفرشات المائية دون استعداد لإعادة النظر وتغيير المسار كما فشلت الحكومة في تحقيق السيادة الطاقية حيث نستورد معظم حاجاتنا الطاقية بفاتورة تنهيك اقتصادنا الوطني في غياب أي إرادة سياسية أو إجراء عملي لحل إشكالية المصفات الوحيدة لسامير وإعادة تشغيلها بالنظر إلى أدوارها في التخزين والتكرير كما فشلت حكومتكم في الحد من الاقتراض المفرد حيث وصلت نسبة الدين العمومي 86% من الناتج الداخل الخام وفشلت الحكومة أيضا في التحكم الحقيقي بعجز الميزانية اللهم من خلال التفاف حسابات يقوم على إدراج موارد الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال وأرقاب تمويلات المبتكرة التي هي موارد معقتة لا تتسم بطبيع الاستدامة والبنياوية والشفافية خامسا عجز عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية لقد التزمت الحكومة بمواجهة الدرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة لكن حكومتكم تشلت في ذلك فتأكد في زمن حكومتكم انزلاق حوالي 3.2 مليون مواطنا نحو دائرة الفقر والهشاشة وتدعي وتدعي حكومتكم خفض معدل التدخم إلى سفر فسلت لا تب المئة متناسية أنه بلغ على امتداد سنتين مستويات قياسية من رقمين بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية ولم تعود أبدا أسعار هذه المواد إلى سابق عهدها مثلا أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت اليوم إلى ما بين مئة ومئة واربعين درهم وأسعار الغازول والبنزين تتأرجح بين 13 إلى 16 درهم وأغنت حكومتكم بملايير دراهم من المال العام أرباب النقل ومستورد الأبقار والأغنام على حساب المواطنين المستضعفين دون تسقيف لأسعار المواد والخدمات المدعمة دون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إجابا على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82 فصل 5% منهم بتظهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي وتسعين فصل 4% لا يتقون في قدرة حكومتكم على تحسينه خلال العام الجاري كما سمحت الحكومة بأن تواصل شركة المحروقات ممارسة التواطؤات في استنزاف لجيوب المواطنين ومراكبة للأرباح الخيالية على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على علاتها وعجزت عن مكافحة المداربات وتضارب المصالح ورفض اتخاذ أي إجراء لتسقيف أسعار الغزول والبنزين أو تخفيد هوامش الربح أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40% وهي كلها تدابير يتيحها لكم القانون أما الزيادة في الأجور فرغم كونها إيجابية إلا أنها لا تخوّلكم كل هذا الانشراح المفرد طالما أنها زيادات لا تساوي فارق تدخم وغلاء المعيشة ناهيكم على أنها جاءت مقرون بمنطق المقايدة الذي يتير تخوفات جدية حول كما عجزت حكومتكم عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها لضمان اشتراك المهنيين لمستقلين حيث لا يتجاوز عدد من أقبل منهم على التسجيل 13% ولم تحصل سوى 27% من إجمال الاشتراكات المفترضة بما يهدد في العمق استدامة تمويل ورش التغطية الصحية وعوض أن تؤسس حكومة عملها على الارتقاء بالمستشفى العمومي فقد جعلت من القطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الأول من سماديق التغطية الصحية بنسبة تناهز 75% حسب أرقام حكومتكم وأزيد من 90% حسب مصادر أخرى بما يؤكد توجهات الحكومة المنتصرة للوبيات المال سابعا عجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر لقد أرحتم اليوم والحمد لله متفقين مع فكرة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستضعفة والتزمتم بتفعيله أو بتفعيلها كفكرة لكن حكومتكم تلتف حول هذا الورش بحرمان ملايين المستضعفين من هذا الدعم من خلال إعمال معايير وعتباء إقصائية فقط لخفض الكلفة وأوقفت الحكومة صرف هذا الدعم عن عدد من العصار شعوراً قليلة بعد انطلاق الورش هذا مع العلم أن الحكومة ألغط أيضاً برامج اجتماعية سابقة تيسير دعم الأرامل مليون محفظة تماسك الاجتماعي وأن ما تقدمه الحكومة من دعم مباشر لا يرقى إلى مستوى ما وعدت به من مدخول للكرامة بالنسبة للمسنين الوارد في البرنامج الحكومي ثامناً تعطرات مؤكدة في برنامج دعم اقتناء السكن وبخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن الذي نسانده مبدئياً فبالعضفة إلى الفرق الكبير بين الأرقام المعلنة 110 ألف أسرة سنوياً بكلفة 9.5 مليار درهم سنوياً وبينما هو منجز فعلاً إلى حد الآن 60 ألف طلب فقط وتصفية ما يكافئ 600 مليون درهم فقط من كلفة الملفات المعالجة فإنه توجد تدابير ضروري لم تتخذها كحكومة لتحقيق الهدف وأساساً محاربة ظاهرة الأداء غير المصرح به النوار وضمان إقبال المنعشين العقاريين على إنتاج ما يلزم من عرض سكاني وخاصة السكن الاجتماعي وتحريك الآليات والمبادرات العمومية لتوفير هذا الصنف من السكن وفي غياب ذلك فإن هذا الوضع يلزم الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لتحويل هذا الإجراء إلى نجاح فعلي يلبي حجم الانتدارات على أساس التكافؤ الاجتماعي والمجالي تسعا الحاجة ملحة لإحداث قانون تملك لإجل ضمان الاستدامة والشفافية وحتى تتضح للعموم بجلاء المبالغ المالية التي ستصرف فعليا في هذا الشأن ولأجل أن تبرهن الحكومة على أنها ليست بصداد إعلانات مضخمة تخلق انتظارات عريضة وتفضي في نهاية المطاف إلى خيبة أمل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين عشرا وأخيرا إصلاحات أساسية غائبة عن الحصيلة إلى جانب كل إخفاقات حكومتكم فإنها أيضا لم تباشر الإصلاح الجباء الشامل والعادل بما فيه مواجهة التملص والتهرب الضريبيين وتقييم ومراجعة الامتزازات الضريبية وفشلت الحكومة في إدماج القطاع الاقتصادي غير المهيكل الذي يشكل نحو 30% من الناتج الداخل الخام من خلال الإدماج التحفيز للقطاع غير المهيكل المعيش من جهة ومحاربة مكوناته المضرة بالاقتصاد الوطني والنسيج المقاولات من جهة ثانية وعجزت أي الحكومة عن إصلاح صندوق المقاسة في اتجاه الاستفادة الحسرية للمحتاجين إلى الدعم ولم تشرع وقبل ذلك من ضروري الإشارة إلى الزيادة التي أعلنت بالأمس على قنينة البوطة الكبيرة بعشر دراهيم والصغيرة بدرها مين ونص ولم تشرع بعد في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ولا في إصلاح سنادق التقاعد أما التحول الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر فيظلان خطابا بلا تدابير حقيقي سيد رئيس حكومة هذه فقط بعض من إخفاقات حكومتكم وتوجد أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها بما يستدعي فعلا تغيير سياساتكم في اتجاه تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان فعلا محورا للتنمية وفي سبيل ذلك على حكومتكم أن تأخذ بتوجهات مغايرة أكثر نجاعة وأساسا منها بشكل مقتدب لا يهدف في هذا المقام إلى تقديم بداء المفصلة وهي بداء الموجودة في كل وثائق حزب تقدم الاشتراكية إعطاء نفس ديمقراطي للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد الرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد وتكريس دور الدولة المنمية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يقوي القدرات الانتاجية لبلادنا ويضمن السيادة في المجالات الحيوية ويصون المرفق العمومي من التفكيك ومن توجهات الخوصصة لاعتماد على تصنيع قوي وحديث وعلى نسيج المقاولات منظم وتنافس ومسؤول ومدعم ويتمتع بمناخ سليم للأعمال بعيداً عن الريع وعن تضارب المصالح بما يكفل إحداد ما يلزم ويكفي من مناصب الشغل القارة واللائقة إجراء إصلاح جباء عادل وشامل على قاعدة القانون الإطار المراجعة الجدرية للسياسات الفلاحية بما يجعل السيادة الغدائية والأمن المائي أولى الأولويات إقرار العدلة الاجتماعية والمجالية والإعمال الحازم للتخطيط الإيكولوجي في السياسات العمومية والعناية الحقيقية بالعالم القروي تسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم ارتكازاً عن المستشفى العمومي والمدرسة العمومية التجاوز السريع للاختلالات التي تعيق التفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته ومعالجة وضعيات الإقصاء من الاستفادة بلورت منظومة متكاملة وناجعة لإدماج الملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية لا شغل لا تكوين لا تعليم سيد رئيس الحكومة قبل الختم وبالنظر لراهنية الموضوع نتمنى أن تتعاطى حكومتكم مع حالة الاحتقان الاجتماعي ومع التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة وفق مقاربة العنصات والحوار وفي مقدمة هذه الحالات اليوم الوضعية المتأزمة والخطيرة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة منذ خمسة أشهر دون تحريك ناجع من حكومتكم أو تحرك ناجع من حكومتكم وأيضاً حالات الأساتد الذين عردتهم الحكومة للتأديب عقاباً لهم على ممارستهم للحق الدستوري في الإضراب وفي الأخير نتمنى سيد رئيس الحكومة أن تتفهم حكومتكم تركيزنا على النقائس في مقابل خطاب الارتياح المطلق وأن تأخذ تنبيهات وملاحظات حزبنا واقتراحته التي أوردناها في هذه الرسالة المفتوحة بإيجاز شديد بعين الاعتبار بغاية تعامل حكومتكم موضوعياً مع الواقع وبأفق تغيير الاختيارات والمقاربات في اتجاه الإصلاح الحقيقي ارتكازاً على ما حملته حصيلة حكومتكم من إيجابية وتصحيحاً لما تخللتها من سلبيات لأجل الإدكاء الفعل لعناصر التقى والأمل في أوساط الأسر المغربية